خلينا نعرف تفاصيل أكتر معنا على إتريفون الدكتور أحمد فرمان المشف على ملف السياحة بمحافظة أسوان صباح الخير على حضرتك يا دكتور أهلا بيك صباح خير على حضرتكم على كل السادة المطريين صباح خير يا دكتور لما نيجي نقول المقاومات الأساسية أو شروط المفروض تبقى موجودة علشان مشروع البلون الطارئل أو المعروف بالمنطط يبقى موجود وقائل طيب اسمحيلي بس حضرتك في الأول أقول إنهنا الحمد لله وفق الاستراتيجية مصدر 2030 إحنا بنعظم الفايدة من صناعة السياحة يعني صناعة السياحة موجودة ولكن إحنا عاوزين فايدة أكتر صحيح فإحنا بنستغلها على الأرض وفي الماء وفي الجو في الجو بقى هو رحلات البلون الطائر دي الجديدة إن شاء الله اللي فعلا حيكون لها مرضود إيجابي على صناعة السياحة الاشتراتات حضرتك المفروض تتوفر في رحلات البلون الطائر ستنقسم إلى جزءين الجزء الأول إنه لازم يكون في جو مناسب للإقلاع والهبوط ومصار الرحلة يعني الجو ده لابد أن نتميز بالصفاء من غرض الأساسي من الرحلة دي هو مشاهدة جمال المدينة من أعلى الحاجة الثانية إنه لابد من حساب سرعة الرياح لنبرضي المهمة في معامل وقت الرحلة والأمان برضو التخطيط العمراني للمدينة يعني منفح شعب الرحلة دي في مدينة فيها نطحات سحاب لأنه بطير على التفاهم الخفض مش عالي برضو كمان لابد أن يكون فيه مساحة أرض فضاء عشان الإقلاع والهبوط وكمان الهبوط الاضطراري لقدر الله لو حصلت في حاجة إنه نحن بنحتاج نهبوط اضطراري في أي مكان لابد أن يكون فيه الأماكن دي متعفرة الجزء الثاني بقى وهو لابد أن المدينة دي يكون عندها مقاومات سياحية يعني مثلا جمال المدينة زي ما حضر لكم عارفين بقى الأسوان ما فيش داء لنقول جملها إيه ونهر النيل فيها إيه ولكن فيها كمية من الآثار موجودة في السحرة وموجودة في نص المية في الجزر وموجودة على الأرض طبعا دي بتدي أسوان قيمة مضافة وزيادة في عدد الليلة السياحية وبالتاليح هتوفر عملة صعبة احنا طبعا محتاجين لها في الفترة القادمة نعم طيب دكتور يعني أكيد الموضوع ما كانش وليد صدفة وزي ما حضرك ذكرت أن ده تعظيما للقيمة المضافة ويعني الموارد اللي بتمتلكها مصر تحديدا فيما يخص السياحة لجذب مزيد من العملات الصعبة تحديدا براسة الجدوى بتقول إيه العوائد والاستفادة اللي بيتم استهدافها من تنفيذ مشروع سياحي كبير بالحجم ده وفريد كمان زي البالون الطير وخاصة أننا في مصر مشهورين به في يعني الأكسر بس وحضرتك جزئين أساسين الجزء الأول هو دعاية لمصر كلها طبعا السياح بتطلع بتصور بتحط على مواقعها الخاصة سوشال ميديا فده بيعمل رواق سياحي لمصر مدفوع الأجر أو مش مدفوع الأجر نعم 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 الحمد لله من عند ربنا يعني تم اختيار الأماكن دي بالفعل أو ليسه؟ آه تم اختيار أماكن ودلوقتي احنا بس بنختار أفضل أماكن فيهم نعم طيب دي الأماكن فيما يخص يعني عنصر الأمان تحديداً لكن ماذا عن يعني معايير الأمان والجودة والسلامة أيضاً ليه السياح أو ليه مرتادي بقى هذا النوع من السياحة تحديداً يعني أكلم بشكل شخصي أنا واحد من الناس اللي بتخاف اللي أنت ترسك أو تعمل حاجة برا السندوق طيب فكرة اللي أنا أطلع في بلون هوائي على يعني بيشتغل بالغازات زي الهايدروجين أعتقد طيب فكرة أن ده بالنسبالي حاجة فيها نوع من أنواع اللي أنا بخاطر زي بتضمنه الحفاظ على أرواح الناس اللي موجودة في ده لا هو إحنا عندنا اللي وقت في مصر عموماً عندنا خبرة كبيرة في مجال البلون إحنا عندنا في اللوصر رحلات البلون السياحية شغلة بعلاها أكثر من 30 سنة أنا عاوز حاجة تديني حاجة مطمئنة مشجعة عشان نجر كابه يا دكتور لا 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 حضرتك أولاً قائد البلون بيحصل على رقصة قيادة وكأنه طيار بيمر بكل المراحل اللي مفروض بيمر بيها الطيار نمر اثنين أعتقد أن بيبتاحت إشراف الطيران المدني برد طبعاً يا فن متابعة ميدانية لكل الرحلات ولكل بلون على حدة الوقت مع التحول الرقمي سبقى فيه متابعة لكل بلون على حدة رصد حالته هو في الجو وحركته لو فيه أي حاجة بنتعامل ونتدخل فوراً يعني وهو فكرة البلون يفهمني وهو فكرة الأوبة اللي كانت في البيوت الأديمة عندنا صحيح اللي هو كلما زاد حرارة الهواء كلما صعد الأعلى فإحنا بنسخر الهواء بنطلع الأعلى لو فيه أي حاجة بنقلل تفقيل الهواء فبنزل تدريجياً إلى أسفل سيعتبر أكثر أمانة من وسائل كتيرة يعني وبرضو إحنا طبعاً يريد توعدونا إن شاء الله تيجوا تعملوا برنامج إن شاء الله في أول رحلة بلون من أسوانه يعني إحنا دي دعوة كريمة ونوعد حضرتك بمجرب بس ما تبتدوا التشغيل الفائل عرفنا ونكون حاضرين أنا ومن هنكون معاكم فوق في البلون برضو ما تقلقوش أفنن خلق كده تعملتين هتطلع البلون يعني يعني لو الدكتور هيبقى معانا في البلون أنا أكده تطمينتوا هكون موجود لا بس سيادة المحاوز هيكون معاكم شخصياً برضو في البلون فوق إن شاء الله لأن نوعات حضرتك اللي إحنا نيجي طبعاً وشرف لينا اللي إحنا نغطي حاجة زي كده هل القائد حريك بتقول اللي بيسوق البلون أو قائد البلون بيحصل على رخصة طيار هل في فرصة إن نقدر نعمل نوع من أنواع تنشيط السياحة زيوي حريك بتقول إن احنا نعمل كورسات مكسفة للسائحين اللي حابين إنهم يقدروا يتولوا قيادة المنطط بنفسهم نقدر نعمل كورس مكسف ولا هتحتاج وقت أطول لا هو القيادة بتحتاج وقت أطول ولكن الكورس ده بيبقى فيه كورس صغير جداً لمدة ربع ساعة قبل ما يطلع البلون اللي هو إرشادات دورة تدريبية إرشادات للسياح قبل ما يركبه البلون إن أنت في حالة كذا كذا ولو حد عنده أمراض بعينة كذا فبنتعامل معه قبل ما يطلع البلون طيب هو عارف قريدي هنتعامل معه إزاي تمام طيب سؤال بقى أخير يا دكتور لأن دايماً اللي بيكون مؤلئ لدى البعض فكرة الهبوط لأن ما بيبقاش فيه مكان هبوط محدد يعني وبرضه حريك تصحح لي المعلومة أنت بتنزل وزي ما بتنزل في المكان الخاص به الهبوط يعني هل الوضع أصبح مختلف الآن؟ لا هو في الجو الثابت في مكان إقلاع ثابت ومكان هبوط ثابت ولكن في الجو المتقلب يعني عدم التحكم التام بسرعة الرياح فبينزل في أماكن معينة إحنا بحديدنا أوريدي اللي هي أماكن الهبوط الاضطراري يعني أسوأ السيناريوهات أو الظروف هيكون برضو المكان اللي بيتم الهبوط فيه هو مكان معلوم معمول حساب السيناريو الجو كويس ومعمول حساب السيناريو اللي مش هنقول السيئ اللي هو تقلب الجو إن حضرتها طبعا بعد خبرة 30 سنة وبعد التطور التكنولوجي في المجال ده أكيد طبعا إحنا عندنا وسائل كنترول عالية جدا في التحكم في البلون وفي التحكم في الرألة نفسها يعني دكتور أحمد فرمان المشرف على ملف السياحة بمحافظة أسوان طبعا يعني خبر يسعد الكثيرين ومتشكرين طبعا على الدعوة الكريمة ونقعد حيث إن شاء الله نكون موجودين في صباح الخير يا مصر مع التشغيل الفعلي لبلون